بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أبناء العزاء طلاب الصف الثاني عشر المادة غرافية المصار الأدب نبدأ على بركة الله الدرس الثالث من المقاومات الطبيعية للدول يقع من الطال في نهاية الدرس أن يكون قادر على أن يوضح المشاكل التي تعاني منها الدول الحبيسة يستنتج تأثير موقع الدول بالنسبة للدول المجاورة على قوة الدول نتقر ما تم دراسته سابقا قمنا بدراسة المقاومات الطبيعية للدول وتم تحديدها الموقع المساحة الشكل التضاريس المناخ النبات الطبيعية قمنا بتحديد المقاومات الطبيعية للدول كما طرد كذلك عزيز الطال ما تم درسته سابقا درسنا الموقع وقمنا بتقسيم الموقع الفلكي والموقع الجغرافي وقمنا أيضا بدراسة الموقع الفلكي تعريفه وتأثيره على قوة الدولة وعلى أهميته بالنسبة للدولة سواء في تحديد المناخ أو تحديد النبات الطبيعي أو تحديد الأنشطة البشرية كذلك في الموقع الجغرافي حددنا الموقع بالنسبة للمسطحات المائية الموقع بالنسبة للدول المجاورة الموقع الاستراتيجي الموقع المركزي أو الهامشي الهدف الأول يوضح المشاكل التي تعاني منها الدول الحبيسة المشاكل التي تعاني منها الدول الحبيسة أي الدول التي لا ساحل لها بتعاني الدول الحبيسة من علم المشكلات منها مشكلات اقتصادية نتيجة تحكم الدول الساحلية في حركة تجارتها الخارجية وارتفاع تكاليف النقر عزيز الطالب أمامك صورة توضح ذلك مثل ميناء مصوع الإليتري يخدم صادرات وردات دولة أثيوبيا الحبيسة وأيضا تعاني الدول الحبيسة من مشكلات سياسية وعسكرية نتيجة تدخل الدول المجاورة المتصلة بالبحث في شؤينها وسياستها مما يضعف الدولة كذلك بتعاني الدولة الحبيسة من مشكلات حضارية بسبب العزلة الحضارية والثقافية نظرا لصعوبة الاتصال مع بقي الدول العالم يستنتج تأثير موقع الدول بالنسبة للدول المجاورة على قوة الدولة عزيز الطالب الموقع بالنسبة للدول الجاورة ما المقصود به ويعني علاقة الدولة بالدول التي تشترك معها في الحدود البرية لاحظ خريطة آسيا السياسية عزيز الطالب ثم أجل من خلال خريطة آسيا السياسية حد الدولتين يجاورهما عدد كبير من الدول ودولتين يجاورهما عدد قليل من الدول عزيز الطالب أرجو التركيب حد الدولتين يجاورهما عدد كبير من الدول ودولتين يجاورهما عدد قليل من الدول أمامك خريطة آسيا السياسية عزيزي الطالب لاحظ الخريطة جيدا ثم أجب عن السؤال الذي أمامك نعم أحسنت أني لاحظ بعض طلابي يقومون بقراءة الخريطة الذي أمامك جيدا ويقومون بالإجابة نعم أحسنت الصين تجاورها 14 دولة السعودية تجاورها 7 دول إذن دولتين يجاورهما عدد كبير من الدول الصين 14 دولة السعودية 7 دول أما الدولتين يجاورهما عدد قليل من الدول اليمن دولتين سلطنة عمان 3 دول أحسنت عزيزي الطالب إذن عزيزي الطالب توقع إيجابيات وسلبيات كثرة أو قلة عدد الدول المجاورة لدولة ما أمامك الصين عدد الدول التي تجاورها 14 دولة اليمن دولتين إذن توقع إيجابيات وسلبيات كثرة أو قلة عدد الدول المجاورة لدولة ما عزيزي الطالب أرجو التركيز ولا تتصرع في الإجابة إيجابيات وسلبيات قفرت أو قلت على الدول المجاورة لدولة ما نعم أحسنت الإيجابيات تحقيق التعاون نعم أحسنت السلبيات قفرت المشكلات بينها أحسنت عزيز الطالب ما عدد الدول التي تجاور دولة قطر وما هي نعم أحسنت دولة واحدة المملكة العربية السعودية أحسنت عزيز الطالب تتأثر قوة الدولة تابعا لعدد وقوة الدول المجاولة لها على النحط التالي يوجد دول يجاول لا عدد قريب من الدول مثل كندا تجاور الولايات المتحدة الأمريكية إذا عزيز الطالب تتأثر قوة الدولة تابعا لعدد وقوة الدول المجاورة لها مثل البرتغال تجاورها دولة أسبانيا وكندا تجاورها الولايات المتحدة الأمريكية كما يوجد دول أخرى يجاورها عاد كبير من الدول مثل الصين 14 دولة البرازيل 10 دول السودان 7 دول وقد تؤدي كثرة الدول المتجاورة إلى تحقيق التعاون وبالتالي زيادة قواتها مثل دول غرب أوروبا وأحيانا تتبب كثرة الدول المتجاورة للدولة العديد من المشكلات مثل السودان إذا كانت الدولة تجاورها دولة أخرى تعادلها في القوة أو ترتبط بها بمواثيق والتفقيات تعاون دولية فينتج عن ذلك التقليل من إنفاق على التسليح للدفاع عن الحدود وعلى النقيد فإن التفاوت في الحجم والقوة ينتج عنه أو ينتج عن ذلك يجعل السيادة للدول للدول الأكبر والأكثر قوة كلما كانت حدود دولة بعيدة عن بعضها كما هو الحال في الدول الجذرية أدى ذلك إلى تقليل المنازعات والحروب بينها مثال على ذلك المملكة المتحدة البريطانية التي تبعد عن قارة أوروبا وهي دولة جذرية لذلك قلت المنازعات بينها وبين الدول الأوروبية على مر تاريخها تأثير موقع الدول بالنسبة للدول المجاورة على قوة الدولة تتأثر قوة الدولة تابعا لعدد وقوة الدول المجاورة لها على النحو التالي عزيزي الطالب أرجو التركيب تتأثر قوة الدولة تابعا لعدد وقوة الدول المجاورة لها على النحو التالي يوجد دول يجاورها عدد قليل من الدول كالبرتغال تجاورها أسبانيا وكندا تجاورها الولايات المتحدة الأمريكية كما يوجد دول أخرى يجاورها عدد كبير من الدول مثل الصين والبرازيل والسودان وقد تؤدي قفرة الدول المتجاورة إلى تحقيق التعاون وبالتالي زيادة قواتها مثل دول غرب أوروبا وأحيانا تسبب قفرة الدول المتجاورة للدولة العديد من المشكلات مثل السودان إذا كانت الدولة تجاور دولة أخرى تعادلها في القوة أو ترتبط بها بموافق واتفاقيات تعاون دولية فإن ذلك يعني التقليل من إنفاق على التسليح للدفاع عن الحدود وعلى النقيل فإن التفاوت في الحجم والقوة يجعل السيادة للدولة أو للدول الأكبر والأكثر قوة كلما كانت حدود الدولة بعيدة عن بعضها كما هو الحال في الدول الجذرية أدى ذلك إلى تقليل المنازعات والحروب بينهما ومثال ذلك المملكة المتحدة كما ذكرنا قبل وفي الختام عزيز الطالب فلنجب على الأسئلة حول ما تعلمنا في هذا الدرس السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائي أي من الدول الآتية تجاورها دولة واحدة؟ ألمانيا أسبانيا البرتغال فرنسا عزيز الطالب أرجو التركيز أي من الدول الآتية تجاورها دولة واحدة؟ هل هي دولة ألمانيا؟ هل هي دولة أسبانيا؟ هل هي البرتغال؟ أم فرنسا؟ عزيز الطالب أرجو التركيز أي من الدول الآتية تجاورها دولة واحدة؟ هل هي الإجابة ألث ألمانيا أم با أسبانيا أم جيم البرتغال أم دال فرنسا نعم أحسن تعزيز الطالب الإجابة جيم البرتغال أحسن عدد الدول التي تتجاور دولة الصين هل هي 12 دولة 13 14 15 عزيز الطالب أرجو التركيز عدد الدول التي تتجاور دولة الصين هل هي 12 13 14 15 عزيز الطالب أرجو التركيز نعم أحسن 14 عدد الدول التي تتجاور دولة الصين هي 14 دولة السؤال الثاني وضح تأثير موقع الدول بالنسبة للدول المجاورة على قوة الدولة عزيز الطالب أرجو التركيز في هذا السؤال وضح تأثير موقع الدول بالنسبة للدول المجاورة على قوة الدولة نعم حسنت يوجد دول يجاورها عدد من الدول كالبرتغال تجاورها أسبانيا وكندا تجاورها الولايات المتحدة الأمريكية كما يوجد دول أخرى يجاورها عدد كبير من الدول مثل الصين والبرازين والسودان وقد تؤدي كثرة الدول المتجاورة لحتحقيق التعاون وبالتالي زيادة قواتها مثل دول غرب أوروبا وأحيانا تسبب كثرة الدول المجاورة للدولة العدم لمشكلات مثل السودان إذا كانت الدولة تجاورها دولة أخرى تعادلها في القوة أو ترتبط بها بموافق واتفاقيات تعاون دولية فإن ذلك يعني التقليل من الإنفاق على التسليح للدفاع عن الحدود وعلى النقيل فإن التفاول في الحجم والقوة يجعل السيادة للدول الأكبر والأكثر قوة كلما كانت حدود الدولة بعيدة عن بعضها كما هو الحال في الدول الجزرية أدى ذلك إلى تقليل المنازعات والحروب بينها ومثال ذلك المملكة المتحدة تؤال الثالث عدد أهم المشاكل التي تعاني منها الدول الحبيسة المشكلات الاقتصادية نتيجة تحكم الدول الساحلية في حركات تجارتها الخارجية المشكلات السياسية والعسكرية نتيجة تدخل الدول المجاورة المتصلة بالبحث في شؤونها وسياساتها مما يضع في الدولة المشكلات الحضارية بسبب العزلة الحضارية والثقافية نظرا لصعوبة الاتصال مع بقية دول العالم إذن عزيز الطالب تعاني الدول الحبيسة من عدة مشكلات منها مشكلات اقتصادية مشكلات سياسية وعسكرية مشكلات حضارية السؤال الأخير عزيزي الطالب افكر مثالا لكل مما يلي دولة تجاورها دولة واحدة دولة تجاورها دولة واحدة عزيز الطالب أرجو التركيز نعم أحسنت البرتغال دولة تجاورها عشر دول دولة تجاورها عشر دول نعم أحسنت عزيز الطالب البرازيل الدولة المجاورة لكندا نعم أحسنت عزيز الطالب الولايات المتحدة الأمريكية دولة تجاورها سابع دول عزيز الطالب أرجو التركيز نعم أحسنت عزيزي الطالب السودان وفي النهاية عزيز الطالب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر